هذا ويعتبر الوعي أهم الأدوات الفعالة في مواجهة جائحة فيروس كورونا إذ أنه يتطلب إدراك كل فرد للمسؤولية الملقاة على عاتقه في إطار الجهود الوطنية للتصدي للفيروس وذلك من خلال الالتزام بما يقضي إلى الحد من انتشار والتقليل من عدد الحالات القائمة إضافة إلى أخذ اللقاح فيما تواصل المؤشرات رصد ارتفاع أعداد الحالات القائمة الجديدة يبقى الوعي أهم الأسلحة في المواجهة الذي يخوضها العالم مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وهو أي الوعي خط الدفاع الأول من الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره ودعم جهود التصدي له هذا ما يوال التأكيد عليه تكرارا الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ووزارة الصحة وقد جندت الجهات المعنية بمملكة البحرين في سبيل ذلك كافة الأساليب ومختلف السبل وبلغات عدة حتى تصل الرسالة جلية إلى سائر من يقيمون على أرض المملكة لتحقيق المبتغى والوصول إلى الهدف المنشود ويعني الوعي فيما يعني إدراك أهمية مساندة الجهود الكبيرة التي تبذل للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع واتباع الإجراءات والتدابير والتعليمات بحذافيرها ودون تفريط أو تهاون أو تردد كما يعني أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق كل شخص في حماية نفسه ومحيطه من مخاطر الإصابة وتبعاتها وإدراك أهمية أخذ اللقاح المضاد للفيروس الذي توفره المملكة بشكل مجاني للجميع وتحث على الإقبال على أخذه وقد اعتمدت خمسة لقاحات في إطار الحملة الوطنية للتطعيم بعد التأكد من درجة فاعليتها ومستوى أمنها لتساعد المتلقي على تكوين إجسام مضادة للفيروس وتحصين المجتمع حفاظا على صحة وسلامة الجميع تلك الجهود الحثيثة والكبيرة من قبل العاملين في الصفوف الأمامية حري بالجميع تقديرها ومساندتها من خلال التزام جاد يفضي إلى الحد من الانتشار وتقليل أعداد الحالات القائمة الجديدة في مرحلة هامة من مراحل التصدي للجائحة ترجمة نانسي قنقر